مع اقتراب موسم الحج وزارة الصحة السعودية بدأت العمل على تشغيل مستشفيات المشاعر المقدسة والتأكد من جاهزيتها خلال الموسم لتقديم خدماتها لحجاج هذا العام زميلنا نزار العلي تواجد هناك وتحديدا في عرفات لينقل لنا آخر المسجدات حول هذا الموضوع مسك الله بالخير نزار بالتأكيد موسم مختلف ولكن كيف هي الاستعدادات حتى الآن مساء الخير عليكم على جميع مشاهدين شرط التاسع بالفعل أنهت الصحة السعودية استعداداتها في تشغيل مستشفيات المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام بالإضافة إلى المستشفى الميداني وأيضا الفرق الإسعافية الميدانية التي تخدم الحجاج على أرض الواقع هناك أيضا توقعات بأن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لموسم حج هذا العام الصحة السعودية وضعت الخطط اللازمة والتعليمات المتبعة للحفاظ على سلامة الحجاج بالفعل نحن نقف الآن أمام مستشفى شرق عرب هذا المستشفى هو أحد المستشفيات الذي يخدم الحجاج خلال الموسم للحديث أكثر عن آخر الاستعدادات ينضم معي لأستاذ حمد في حانه هو المتحدث الرسمي للشؤون الصحية منطقة مكة أستاذ حمد آخر الاستعدادات الصحية لموسم حج هذا العام أهلا وسهلا بكم أخي نزار سعداء بهذه الاستضافة طبعا المدرية العام للشؤون الصحية بمطقة مكة المكرمة بدأت استعدادات موسم هذا الحج منذ انتهاء الموسم العام الماضي بوضع الخطط اللازمة وأيضا تهيئة المرافق والمنشآت تشاهدون هذا أحد المرافق التي تم تجهيزها لخدمة حجاج بيت الله الحرم ومستشفى شرق عرفات بالإضافة لمستشفى جبل الرحمة ومستشفى من الوادي وكذلك المستشفى المتنقل أضف لذلك هناك ستة مراكز صحية في كل من مشعر مزدرفة وميناء وعرفات تشغيل المستشفى الميداني كيف ستكون اليته خلال موسم حج هذا العام؟ طبعا المستشفى المتنقل والمستشفى الميداني هو لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية وللتعامل أيضا مع الحالات الحرجة في حال وجودها لا أقدر الله هذا المستشفى المتنقل يحوي على ستة سرة عناية مركزة وعناية حرجة ويستطيع أن يقدم الخدمة في نفس الوقت كذلك هناك سبع سرة عناية متوسطة جميع هذه الخدمات من خلال هذا المستشفى حتى تستقر الحالة ويتم إحالاتها للمستشفيات هناك توقعات بأن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لموسم حج هذا العام الخطط اللازمة التي وضعتها لسلامة الحجاج بالطبع أزيزي نزار هناك أيضا تحدي ارتفاع درجات الحرارة المتوقع الذي تم وضعه في الحسبان هناك تم تجهيزة 45 قاعة ضربات حرارة للتعامل مع حالات الإجهاءة الحرارة وضربات الحرارة من خلال فرق مدربة سعودية وممارسين صحيين للتعامل مع مثل هذا النوع من الحالات شكرا لك أستاذ حمد كنت معنا لحديث عن آخر الاستعدادات للصحة السعودية لسلامة الحجاج بالطبع للموسم حج هذا العام شكرا جزيلا لك